السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اه يارب تكونوا جميعا في احسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا الفترة دي بنحاول ندور على اي حاجة بدايل عشان خاطر ما نشتريش الحاجات اللي هي تبع المقطعة. اه بالنسبة للاريال انا خلاص كده قطعته. استحال ان انا اجيبه تاني يعني خلاص. اه بدأت اجيب مسحوق الباية هنا انا جربته قبل كده بصراحة طلع معقول وكويس قوي. فانا جايبه كارتنتين عشان خاطر اني ما بلاقوش كتير. الكيس اه يعني اتنين كيلو اللي حاجة بسيطة. الكارتونة اربع اه اربع اكياس عاملة مية خمسة وتسعين جنيه. فانا بصراحة اول ما لقيتها فجبت كارتنتين على بعضهم كده. بينفع جامعة للغسلات الفوق اوتوماتيك ولغسلات العادية. جايبه هنا شوية خضار لزوم طبعا دي طلبات البيت اني بنجيبها يعتبر كل يوم. احنا بنحتاج الطلبات اليومية بالنسبة لي البطاطس بقى اللي هي مش راضي اترخص اصلا بضمنتاشر جنيه نزلت اللي هي الجديدة بخمستاشر. وآآ الفواكه هنا اللي انا جايبه انا جايبه برضو كمية فواكه لاني معظم ما بنزل آآ بحب اجيب الفواكه اللي بلقاه موجودة في السوق وفي آآ اللي الاولاد بتحبها. البسكوتات ده والشام عدن كمان انا جايبه على العلبة دي بتلاتين جنيه والكريم التاني اللي هو البسكوت التاني النايتي عامل زي النايتي بتلاتين برضو. وجايبه هنا كريمة من آآ كريمة الاكل اللي هي الكريمة وجايبه ده البرسيل. آآ مش عارفوا الله يا جماعة البرسيل ده تابع المقاطعة اللي يعرف برضو يقول لي في الكومنتات. وجايبه دي ازازة الزيت الالية يعني هي دي اللي لقيتها موجودة. والبصل النهاردة جماعة بخمسة وعشرين جنيه. ربنا يرحمنا برحمته بصراحة البصل ده كان ارخص حاجة في الدنيا يعني كان ارخص حاجة اقدارة جيبيها كانت تلاتة كيلو بعشرة اللي اربعة كيلو بعشرة فسبحان الله النهاردة البصل عامل عميله واكيد كلنا حاسين بمشكلة البصل. يعني احنا دلوقتي البصل والطماطق والاسمه ايه? البصل والبطاطس اللي اسعارها على الرغم ان البطاطس لسه جديدة. يعني البطاطس لسه نزلة جديدة. فالمفروض سعرها هيكون مهاود شوية. لأ نزلة برضو بقوتها. آآ دي آآ حوابشي بجيبه انا كده بجيبه بجيب العيش. وبحطه بستعمله يعني بستعمله في البيت والتاني كان بلدي برضو. ودي كرطونة كده جبتها على آآ جوافة. آآ الكيلو يا جماعة النهاردة كان حامل اتناشر جنيه. وده طبعا الا يعتبر الفينو اللي كل يوم بنجيب الفينو للسه نده وتشاهد. الموز النهاردة بسبعتاشر جنيه. بس انا ما بحبش اجيبي الموز الكبير قوي لان ما بيبقاش طعمه حلوى ولا الصغير قوي. يكون معقول ويكون بلدي هو اللي بيكون طعمه احلى حاجة. آآ دايما لما بلاقي الكوكل اللي هي بالنوع ده كده تكون مش جمدة قوي وتكون مسكة نفسها وتكون الى حد ما مستوية كده. دي بتبقى توحفة بصراحة. يعني دي اطعم حاجة واحلى حاجة في الفواقع معظم الفكهة اللي انا بجيبها دايما آآ هي الفكهة دي يا جماعة. دي الكوكا آآ عاملة خمسة وعشرين جنيه. الكيلو بخمسة وعشرين جنيه. فحتى عندي الاولاد معظمهم بيحبوا الموز. انما الجوافة غالبا انا بحب اعملها عصاير. وده كيس آآ نسايم عامل خمسة وستين جنيه زي بنيه بس انا بعمله آآ لما بكون بحتاجه بعمله في يعني زي نظام كرب في البيت زي في الحاجات دي. وبرضو الكبدة جايبها متقطعة قطعات صغيرة عشان خاطر لما هعملها ساندوتشات. انما لو بحتاجه بنيه بجيب مسلا جزء كده آآ بعمله زي بنيه آآ كبدة بنيه. بس الافضل بنعملها دلوقتي الفترة دي اللي هي بتبقى متقطعة وبعملها لهم زي ساندوتشات كده آآ وخاصة ان انا جايب الفينو كمان. النهاردة سمعت ان الفينو هيغلى كمان. يعني احنا كن انا بجيب العشرين العشرين رغيف وهم مش رغيف. ده اللقم عاملة زي عبارة عن آآ الصابع الفينو عبارة عن حتة كايزر. يعني مش مكمل كايزر. فسمعتي كده ان هم هيغلوها هيبقى الرغيف بجنورهم. فبجد انا مش عارفة هم هيوصلونا الفين بعد كده. آآ اللبن آآ اللبن الحليب اللي هو اللبن الطازة انا انا نجيبه من الصبر ماركت من عند اللبان. انما اللبن الجوهينة من الصبر ماركت. بخمسة وعشرين جليك كيلو. طبعا انا جايباك بمية تاني. واللبن الجوهينة آآ كان آآ باتنين وتلاتين جنيه. علبة اللبن الجوهينة اللي هي اللتر دي بتنين وتلاتين جنيه. ده آآ بابريكيا مدخنة. وكمان ده آآ التوابل. اللي هي بطعم آآ الجبنة. جايبة كمون وجايبة كسبارة والصغيرين الشوية صغيرين ده عدس بجبة. فانا جايبة كمية قليلة. ده الينسون بحب عمله كده وبنشربه آآ يعني على غير الريق. دي الزمزمية طبعا بتاعت الاولاد كانوا آآ وكنت بابص عليها شوفها تقصرت ولا لأ. لان هم عايزين يلعبوا بياب ويقصروها. آآ زي ما انتو شايفين. انا يعتبر انا جبتهم كده على مرتين. لما بنزل بجيب اللحمة المفرومة. الحواوشي فالمرة دي بقلت يعني هجيب عليهم. يعني هجيب النص كيلو. واحط عليه آآ جايبة ربع كيلو بس لحمة مفرومة بحس ان انا لما جربته المرة الفاتت كان في آآ نسبة دهون كتير يعني كان زيد قوي. فلما قلت للراجل قال لي والله انت ممكن تاخدي ربع كيلو كمان عليها وتخلطيهم مع بعض يعني مع اللحمة اللي هي بتاعة الحواوشي. فجربتها بصراحة للأسف طلعت مش حلوة خالص يعني آآ يعني هما مزودين عقاد هون بس طلعت مش كويسة خالص. انا هستكفي باللحمة اللي انا جايبها بس. آآ طبعا اللبن الحليب آآ يا جماعة آآ بخمسة وعشرين جنيه في آآ الاتنين كيلو بخمسين جنيه. آآ دي بقى حاجات طبعا للاولاية طالما دخلنا سوبر ماركت او اشترينا حاجات. فلازم اللي هي غنى عنها فحاولت ان انا ابعدهم خالص عن الحاجات اللي هي آآ اللي احنا بنقول عليها مقاطعة. طبعا الفيروس بعد ما جبته عرفت ان هو مقاطعة فبصراحة رجعته. طولوا لا انا مش عايزاه آآ انا عايزة اي حاجة مصرية. نما الحاجات اللي هي تابع المقاطعات دي انا في غنى عنها. مش عايزاها ومش هتعامل معاها. وخلاص يعني صفحة ونهيناها خلاص يا جميع. لازم نكون ايجابيين ونقف وقفة ده. اي حاجة تابع المقاطعة استغنوا عنها خالص. نزلنا برنامج اسم قضياتي كمان. عشان خاطر آآ لما اكون شكة في الحاجة بروح حتى كده واعرف ان سواء ده مقاطعة او غير مقاطعة. وطبعا ما باشتروش. ادي ايه? طبعا النهاردة كان عامل آآ كان عامل عشرين جنيه. وده الفشار وكمان جايبة شوية مساحي. طب لما جبت الفشار فجايبة طبعا طعم هنا الجبنة ما لقيتش بطعم تاني غير هو بالجبنة بس. ودي المشتريات بتاعتنا النهاردة مع السلامة. وفي حفظي الله واستنوني الفيديو الجان شاء الله.